شارك عدد من الأطباء في مسيرة نظمتها نقابتهم رفضاً لعقود الإقامة التي أقرتها وزارة الصحة لأطبائها الراغبين بالتخصص حيث انطلقت المسيرة من أمام مجمع النقبات المهنية وصولاً إلى الديوان الملكي وأكدت النقابة رفضها للعقود الخاصة بالأطباء المقيمين بصيغتها الحالية معتبرة أنها مجحفة وظالمة ويعترض الأطباء على إصرار وزارة الصحة على إلزامهم بكفالة تزيد عن 80 ألف دينار واشتراطها فترة 6 أشهر تجريبية من جهتها وزارة الصحة أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن الغالبية العظمى من الملتحقين ببرامج الإقامة لم يلتزم بالعمل لديها مستغلين ضعف العقود من الجانب القانوري ما دعاها إلى تعديل صيغة العقود بما يكفل التزام الأطباء بالعمل في الوزارة لأن تكون مجرد جسر يعبرونه لقطاعات أخرى بعد تكبدها مبالغ طائلة على تدريبهم بحسب البيان ونتابع هذه اللقطات المباشرة من المسيرة التي نظمتها نقابة الأطباء رفضاً لعقود الإقامة التي أقرتها وزارة الصحة حيث يتوجه المشاركون في هذه المسيرة إلى الديوان الملكي بعد أن انطلقوا من أمام مجمع النقابات المهنية في عمان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر